أهلا بحضراتكم جديد نروح لأخبارنا المحلية أخبارنا المحلية في البداية يكون مع السباحة وطبعا سباحة مصر الزهبية فريدة عثمان تنجح لاتتأهل الولمبيات توكيو في سباق 100 متر فراشة بعد محققت رقم 57 ثانية 84 من 100 في السانية وده رقم يكفي لتأهل الولمبيات طبعا توكيو القادمة الماديليا دي لفريدة عثمان هي الماديليا الرابعة بعد محققت 3 ماديليات قبل كده في البطولات الكبيرة منهم زهبتين في سباق 50 متر فراشة و50 متر حرة و100 متر حرة فريدة طبعا زي ما حداكم عارفين شاركت في بطولة لندن المبيات لندن 2012 وريو دي جينيرو 2016 والتالتة توكيو 2020 الحقيقة خلينا أقولكم أن فريدة عثمان سباقها الأساسي اللي بتحقق فيه بطولة عالم بيكون 50 متر فراشة الميت متر فراشة مش السباق بتاعها بس احنا منتظرين منها ان شاء الله ممكن تعمل أداء كويس في توكيو ولو تفتكروا كان معنا مهند الشريف العريان كان ضفنا في حلقة من الحلقات وكان قال كنا اتكلمنا عن الكيس أو الحالة بتاعت فريدة عثمان وقال إن السباق بتاعها مفيش السباق بتاعها مش موجود في الومبياد توكيو اللي هو 50 متر فراشة اللي هي متميزة فيه ولكن فيه 100 متر فراشة بس ده مش السباق بتاعها ومع ذلك حققت فيه رقم التأهل بس كنا اتحقق مزالية أو لأ ده مطروك للتوفيق ان شاء الله في البطولة ولكن ده مش السباق الأساسي بتاعها كل التوفيق لفريدة عثمان واللي بتقدم مستوى متميز جدا وسباحين مصر كلهم أكيد بيقدموا مستوى جيد